سهلا كابوتشين ومسلا معكم نجهاركم زين الناس كله ومسيين فقراتنا خلينا نعملو طالة توت سويت على حالة طقس وناس اللي مركزة نهرت هذوه مع درجات الحرارة شكون الولاي اللي قبل شكون هتا ونعرفوها توت سويت بل ما نبدأ وتردو بيكم على رواحكم اكثر ما يمكن وقدر المستطاع لانو ما فدلكوش معا اذا فهم اليوم نعرض رواحنا لاشعة الشمس الخطيرة والسماء لانو في وقت اللي يفهم اجزاجيغاسيون ووقت اللي يفهم اوقات نقولوا لهم لنبعدورة وفهم معاهم مظار كبيرة ولو بعد حين لانو اليوم فهم نشوفوا الامراض الجلدية اللي قاعدة صايرة وفهم بعض الاورام اللي موجودة اللي هي ديم وقت اللي نعرض رواحنا لاشعة الشمس شاء الله تكونوا في صحة جيدة نشوفوا بنسبة لتقسى اليوم مقبلها البارح شفنا انو تل مقوية الشمس البارح في سليانة اللي وصلت حتى الاثناشن مليمتر كمية الامتار البارح وبعارية حقوية شوفنا منع زادة فما شجر اللي تحت اللي قطعت الضو على عديد المنازل والوسلتية في القروان اللي صابت سوعة مليمترات والعلاف زادة كفكية في القروان اللي صابت خمسة مليمترات شوفوا اليوم اللي تقد الحرارة متفعة ومتواصلة مع انطلاق هذا الاسبوع بشتراح القصوى بين ربعين وسبعة وربعين درجة مع ظهور الشيلي وتكون اقل نسبيا بالمناطق السحلية وفي مستوى ثلاثين ثمانية وثلاثين درجة ريح بشكون ضعيفة الى معتدلة والبحر قاري الاثراب خلايا رعادية متوقع نشوفوها في الوسط الغربي بعد الدور ببقية الجهات لنلقى صحب عامة قليلة التفاصيل للكل نبدوها كالعادة بالوطن القبلي لنلقاه درجات الحرارة في قليبيا ثمانية وعشرين ماشاء الله 34 في نابة 33 في تونس الكبرى قلقوني بالنسبة الى تبارقة واقلي بمعنوش الحق يقولوا سيبون طابت الدنيا كل فازة دور قعدة اليوم ومدامة ثمانية وعشرين درجة اوجيكم الصحيح اوجيكم الحق الناس اللي تحكي على حوت قرن فلفل سيبون وسكر عليها بالنسبة الى الى اتباجة اللي تسجل 44 درجة 40 في زغوان 43 في سليانة 46 درجة في جندوبة اليوم غير ذالي في المرتبة الثانية اليوم جندوبة مستنسى مرتبة لولا اليوم مرتبة الثانية 42 درجة في الكيفة 44 في القسرين منطقة السحلية اللي نلقاه 32 في سوسة 31 في المهدية في المستير عفوا و30 في المهدية 33 في قرقنة واسفاقس 48 درجة في القسرين 43 في سيدي بوزي 45 في قفس 34 في قابس 44 درجة في قبل و47 درجة في توزر يا جماعة توزر في المرتبة لولا اليوم 36 درجة في جربة 42 في مدنين وتطاوين و43 درجة في المدعة إن شاء الله رب يكون في عون الناس خاصة اللي عندهم الخبزة ويخدموا البر إن شاء الله رب يعطي الصحة وطول البال لخاصة أعوان وعاملات وعمال النظافة اللي موجودين قاعدين يخدموا في الشوارع المرمجية بجميع صنافهم من المهندس اللي واقف إلى البوزر والعامل البناء اللي موجودة اليوم في الحاضرة متاعه إن شاء الله رب يبارك لك يعطيك صحة بدنك ويعطيكم صحة بدن وقوة نظر بإذن السماء العالم يفردوا بالكم على روحكم المكسيمم راو كيف نقول بروتكسيون من الشمس وليزمنا نعملوا الكريم أذوكم راو ما هيش ما هيش لكس راو ما هوش كنفور ما هوش معناه حاجة ذيك كيف في عادتنا وفي أذهانا وذي حاجة تبتع نسيس هايب عليش دخل لي بها لأمور هذه ولي نحكي زادة على الرسالة هذه اللي رب يبارك فيهم عاملاء اللي يخدم في قطاع النقل من الواجهة التاكسيات نقل جماعي الكل كل كل ردوا بالكم راو يدكم هذيك راي ووجهكم خاصة وجوهكم خاصة معرضة للشمس هذيك لازم يكون فما عندكم عندها بروتكسيون معنها ماشين البحر فيها باس شابو متاع هذي يجب تكون موجودة نبعد من أوقات الظروة فما شابو فما لما فما الشابو فما لما مظلات متاعنا أخي هكيك المظلة راي يدور لك على رقبتك وغيره مع أنه ديد منشفى منشفى هكي شوية تبلها بشوية ماء وتحط على كتافك وتحطها حتى على على الجبعة كيم يقول سيدة عليه حتى يا سيدة ورب يعطيكم إن شاء الله صحة لبدان وردوا بيكم مرواحكم حبكم تكونوا في صحة جيدة باش نوانسوا بعضنا إن شاء الله في الوقت الصعيب هذي تو بعد شوية نرجعو على أهم المواضيع المطروحة في الصحافة الوطنية بعد الثمانية بعد شوية